السلام عليكم ازايكم معايا خبر في منطقة خطورة ايه اللي بيحصل صحيفة نيويورك تايمز الامريكية طلعت انبارح بالليل وقالت انها طلت على وثائق سرية وقالت ان رئيس امريكي في مارس الماضي امر بتغيير الاستعداد القتالي لقوات المسلحة الامريكية لاحتمالية مواجهة نووية قريبة الحقيقة الوثيقة اللي طلعت عليها نيويورك تايمز هي وثيقة في منطقة السرية وبالمناسبة الموضوع ده قالب الدنيا في امريكا وفي الاعلام الامريكي قعد تفتلك ان هو موضوع هايد ابدا بس هي الوثيقة فيها اصرار كتير اوي وتفاصيل كتير اوي حتى المقالة بتاعت نيويورك تايمز مقالة مطولة من كترة التفاصيل اللي فيها طب ايه اللي حصل بسه وليه الرئيس الامريكي جو بايدن بيغير الاستعدادات النووية للجيش الامريكي وهل ده امر متعرف عليه ولا ده امر فجأة كده حصل هيا اخبار كتير اوي وتفاصيل في منطقة الخطورة حضرتك هتطلع عليها الاول مرة لان دي وثائق سرية اطلعت عليها نيويورك تايمز بخصوص مواجهة نووية هتخدها امريكا واعزوه لك مفاجأة مع الاعداء بتوع امريكا استمعش اقول لك كم ده كله اكشفه لك لازم اقول لك القصة بالعودة قبل اكشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خلينا يقول لك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو تشينج مي الحقيقة تشينج مي هو تجربة شخصية انا من سنة بالضبط رحت وعملت عمليات زراعة شعر داخل مصر الحقيقة كانت كل ترشحات وقتها ان لأ اطلع برا اعمل عملية برا انا اخترت انها راح اعمل عملية زراعة الشعر داخل مصر لان لقت تكلفة تقريبا اقل من نص التكلفة اللي برا تاني حاجة المركز ده هو صديق مقرب لي هو اللي قاللي عليه وقال لي كل الناس عملا تشكر في المركز تشينج مي وان الناس كلها اللي راحت عملت عمليات زراعة شعر هناك مبسوطين من النتائج جدا حقيقة انا النهاردة مش بعلن عن راعي انا جاي اقولك بالزبط اللي حصل معايا ان من سنة لحد الوقتي عايز اقولك ان النتائج مبهرة للغاية وما فيش اي اضرار او اي حاجة سلبية دي تجربة شخصية وفر فلوسك ووفر وقت وحتلاقي المركز قريب منك جدا لان هما اصلا موجودين في مصر مش بس كده مركز تشينج مي اعوز اقولك ان هوا عنده افضل الديكاترة الموجودة وهو مركز متكامل لعملات تجميل كلها سنة بقى بوطكس مش بوطكس كل انت عاوزو هتلاقيه هناك تشينج مي هو مكان الصح سيب الحلقة كرابة بتاعهم اسفل الفيديو لو حانت تابع معا نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول الجديد اللي مع النهاردة ممكن يكون مختلف في نسبة حضرتك واول مرة هتسمعه فيما يخص الحرب النووية طيب خليني ابتدي منين خليني ابتدي من ان كان في مقالة نزلت في جريدة اسمها فورتشن المقالة دي كانت بتتكلم حوالين واحد اسمه اليكس كابي اليكس ده واحد عنده شركة لاستخلاص البيانات وتحليل البيانات اسمها بالانتيج اليكس كتب مقالة على فكرة اليكس ده ملتي مليونير يعني من اغنى اغنياء العالم الرجل كتب مقالة بيقول ان امريكا يجب انها تستعد الحرب على ثلاث كابهات في نفسك الحقيقة ان اليكس كابي كان بيتكلم ان خلاص حتة الرادع النووي دي ما بقيتش موجودة زي الاول وحتة ان الرادع النووي دي فكرة وانتهت ليه؟ قالك لو خدت بقالك دلوقتي هتلاقي ان المسايرات غيرت مجرى الحروب وان دلوقتي مثلا روسيا ما بتضربش النووي في اوكرانيا مثلا الصين ما ضربتش نووي على تايوان فحتة الرادع النووي ده اتفى واصبحت ان الدول عندها جرأة نتيجة لتقليص الفجوة التكنولوجية بين امريكا وبين اعداء امريكا فالكس كان بيتكلم ان يجب على امريكا انها تستعد لمواجهة محتملة مع ثلاث دول في نفس الوقت طيب ايه المشكلة في حاجة زي كده؟ المشكلة ان الجيش الامريكي طول عمره بيتفاخر ان هو قادر على ان هو يخد مواجهة في منطقتين في نفس الوقت عباك اوه مش بيتكلم ان الجيش الامريكي ممكن يخد حرب ضد الجيشين لأ هو بيقولك ممكن قوات المسالحة الامريكية ممكن تخد مثلا حرب في اسيا وحرب في اوروبا في نفس الوقت معداش ايه مشكلة ده فخر اا امريكا وفخر القدرات العسكرية الامريكية انما الاجس كان بيقول يا جماعة لا امريكا ممكن تواجه حرب على ثلاث جبهات في نفس الوقت نتيجة الاقتفاق الرادع النووي لحيه مقال تاعة الاجس ده مقال اتضح نوع الخاطئ ليه؟ لان رئيس الامريكي نفسه عمل تغييرات في الاستعدادات النووية للجيش الامريكي حاجة اسمها ايه? حاجة اسمها نيوكلير امبليمنت جايدنس , او الارشادات النووية ايه بقى النيوكلير امبليمنت جايدنس بص يا يا سيدي نيوكلير امبليمنت جايدنس ده ارشادات اللي بتمشي بيها قوات المسلحة الامريكية استعدادا لحرب محتملة نووية استعدادا لمواجهة نووية مع طرف من الاطراف الوثيقة دي وثيقة سرية جدا ملهاش نزك الكترونية من كتر مهي سرية يعني مش متسجلة على انترنت مثلا او كمبيوتر لا 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 دي وثيقة كتابية فقط ماشي عدد قليل جدا من اللي بيطلعوا عليها من كتر سرية ده امشي بس معايا والحقيقة ان الوثيقة دي بتتجدد كل اربع صينيين وهي بتشمل الاستعدادات النووية للجيش الامريكي العقيدة النووية تبشي ازاي الكلام ده كل الحقيقة ان امريكا على طول ربطة النيوكلير امبليمنت جايدنس او الارشادات النووية الخاصة بامريكا مرتبطة بالترسانة العسكرية بتاعت روسيا على طول لو روسيا طورت الترسانة للعسكرية بتاعتها امريكا بتطور الاستعدادات بتاعتها وبتطور ترتيباتها النووية وقدرات الكوات المسلحة بتاعتها بس جو بايدن غير الارشادات النووية بتاعت الجيش الامريكي وخليها تركز بدلا ما على روسيا تركز على الصين ماشي؟ ليه؟ الحقيقة انا هنا حرجع لمقالة نازلة في صحيفة بزنس انسايدر بزنس انسايدر بتقولك على فكرة الصين عندها خمسمائة راست نووي وده راقب ممكن يكون قليل بس الصين هي اكتر دولة في العالم عندها سرعة في اقتناء الاسلاح النووية والسواريخ النووية فجو بايدن الظاهر كده شاف ان الخطر مش قادم من روسيا فقط الخطر قادم من الصين وان الخطر مواجهة نووية مع الصين هو القطر تظهر واشنطن خشيتها من الصين يقول مستشار الامن القوم الامريكي ان بي جين تسعى لامتلاك ما يصل الى 1500 رأس حربي نووي بحلول عام 2035 فهذا رقم يوازي ما تمتلكه روسيا والولايات المتحدة مجتمعتين مما يزيد الخشية الامريكية رفض الصين مشاركة المعلومات بشأن حجم ونطاق قواتها النووية ولا تقدم اي اختارات لما تقوم به بس الحقيقة ان تغيير النيوكلر امبليمنت جايدنس او الاشتادات النوية للجيش الامريكي ده تم بشكل سري في مارس الماضي وما حدش كانتكلم عليه حتى جو بايدن في لقاءاته الصحفية عمره ما اشار لحاجة زي كده خالص قالك اخر مرة كان اشار او لمح لحاجة زي كده هو كان في مؤتمر لما كان بيستعد للترشح للانتخابات الامريكية وعاوز ترشيح الحزب الديمقراطي فاشار انه ممكن احتمالية لمواجهة نووية او احتمالية لتغيير الارشدات النووية بس الرجل ما قالهاش صريحة خالص هو قالها كده في وسط الخطاب الناس استشفتها من المقلق ان يكون لديك كل من الصين وكوريا الشمالية اعني كوريا الشمالية وروسيا وايران دول لم تكن تتعاون بالضرورة في الماضي وتبحث عن طريقة تمارس من خلالها التأثير هل لديك استراتيجية لتعطيل هذا التأثير نعم لدي خطة ولكني لست مستعدا للحديث عن تفاصيلها علانية جميل نيويورك تايمز عرفت منين تجيب الوثيقة دي اطلق والله فيه اتنين اطلعوا على الوثيقة دي وقالوا ان الرئيسة امريكي غير الارشدات النووية وشكلهم كده الاتنين اللي فضحوا الامر من البيت الابيض او مسؤولين دول اذا كده عارفين جو بادن ماشي فقالك يفضحوا الامر ويطلعوا بالصحافة في نيويورك تايمز عن طريق مراسلها اسمه ديفيد سانجر ديفيد سانجر هو مسؤول تخطير الامور الخاصة بالبيت الابيض بيقولك ان هو تواصل مع اتنين مسؤولين قالوله ان تم تغيير الارشدات النووية استعدادا لمواجهة النووية كل اللي انا قلته لك ده اي كلام شوفت دي كل اللي انا بقوله لك ده اي كلام ليه الجزء اللي هقوله لك ده في منطقه الخطورة ايه بقى جو بادن غير الارشدات النووية مش لمواجهة فقط مع الصين ده مواجهة مع ثلاث دول حرب نووية هتخدها امريكا مع ثلاث دول في نفس الوقت نووية غير اللي قاله الاس كابي ان امريكا هتخد حرب على ثلاث جبهات في نفس الوقت بس مش حرب نووية لا هو صحي في حتة انها هتخد حرب على ثلاث جبهات بس مواجهة نووية مع مين؟ قالك مع روسيا والصين وكوريا الشمالية في نفس الوقت التلاثة دول حيدرابوا صواريخ على امريكا ويجب ان تكون عند امريكا استعدادات لخوض حرب نووية ضد التلاث دول دول في نفس الوقت الحقيقة في مفاجأة كبيرة جدا في الوثيقة دي وهي ايه؟ وهي ان امريكا بتستعد المواجهة نووية مع التلاث دول في نفس الوقت دول ليه؟ لان طول فترات الرئاسة الماضية اي رئيس كان بيجي كان بيستبعد النظرية دي يقولك لأ عمر روسيا ما هتشتغل مع الصين عشان يضربوا امريكا بالنوو ولا عمر روسيا هتشتغل مع كوريا الشمالية عشان يضربوا امريكا بالنوو فحيئة المواجهة دي جو بايدن فليه الامن بتاعه؟ قاله لأ خلي بالك ده امر ممكن يكون قابل جدا للحدوث ليه؟ قاله لو خدت بالك دلوقتي هتلاقي ان روسيا بتشتغل مع الصين لتطوير صناعاتها الدفاعية برغم العقوبات اللي العالم كله حذر منها الصين إلا الصين بتقوم الصناعات الدفاعية ده يقولك ان فيه شراكة مش بس كده فيه مناورات بيجريها الجيش الروسي والجيش الصيني في نفس الوقت وبيجروها دلوقتي ده معناه تقارب عسكري غير طبيعي الاكتر من كده ان فيه تقارب روسي مع كوريا الشمالية لدرجة ان كوريا الشمالية عمالة تودي سواريخ لروسيا عشان تضرب بها اوكرانيا في نفس الوقت ايران عملة تنقل سواريخ لروسيا عشان روسيا تمسك سواريخ دي وتضرب بها اوكرانيا في نفس الوقت فالحلف ده اصبح حلف قائل بس الاول مرة امريكا بتستعد الحرب نووية مع الحلف ده مش حرب عادية الاكثر من ذلك ان روسيا حولت جمهورية الصين الشعبية وايران وكوريا الشمالية الى دعم حملتها العسكرية في اوكرانيا لقد شكلت هذه الدول شراكة استراتيجية متشابكة في محاولة لتحدي النظام العالمي الموجود وهذا يضر بعمق المصالح القومية للولايات المتحدة طيب ليه اسمع بقى ليه بص التفصيلة دي هتعجبك جدا تعالى نمسك حالة حالة قالك بالنسبة لروسيا فتعالى بص على الكلام اللي قاله زيلنسكي زيلنسكي النهار ده وفقا لصحيفة نيويورك تامس في مقالة اخرى قالك يا جماعة كل الناس اللي تتكلم عن خطوط الحمرة الروسية دي حاجات وهمية ده حاجات اي كلام ما فيش حاجة اسمها كده ما فيش حاجة اسمها خطوط حمرة الروسية ده كلام انتهى ليه قالك ما بص روسيا بقى لها سنتين عمالت حاربنا وما استخدمتش اسلح نوية ولا حاجة وما فيش حاجة اسمها روسيا تستخدم النوية مش بس كده خطوط الحمرة دي انتهت بعد ما الجيش الاوكراني دخل الاراضي الروسية واجتاح الاراضي الروسية دا واهم ادونا كل الاسلحة اللي انتوا تقدروا عليها روسيا مش تضرب ناوي وروسيا اجبا من انها تضرب ناوي. دا اللي طلع زيلنسكي يقوله بس كنت بالك من الامر مهم جدا. ايه هو? ان امريكا قالت لاوكرانيا لأ احنا مش هنديك كل الاسلحة اللي انت عاوزها. امريكا واضح جدا انها بتستعد لمعاركة ناوية مع روسيا. وامريكا رفضت ان بريطانيا تدي سوريك ستورم شادو لاوكرانيا. هل صلا? ان اوكرانيا تستخدمها فوق الاراضي الروسية. ما معناه ان امريكا فعلا ممكن تتوقع مواجه ناوية مع روسيا. مش بس كده. طلع رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو. قالك على فكرة اوكرانيا عمالة تدفع روسيا ان روسيا تستخدم ناوي. ادوى حضر رئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو من انتهاء التصعيد مع روسيا بتدمير اوكرانيا ان لم تجلس على طاولة المفاوضات. قال لوكاشينكو ان التصعيد من جانب اوكرانيا يستفز روسيا لتتخذ اجراءات جوابية مماثلة من بينها استخدام السلاح النووي. اضاف الرئيس ايضا ان صواريخ اسكندر البيلاروسية قادرة على حمل رؤوس النووية وان الحدود البيلاروسية محصنة اكثر من اي وقت مضى. اشار ايضا الى وجود اكثر من مئة وعشرين الف عسكري قامت اوكرانيا بنشرهم على الحدود مع بلاروسيا. طب بوتن بيفكر في ايه? بص هو بوتن شايف ان هو لما دخل اوكرانيا الغرب حرمه من استخدام سلاح نووي. يعني ايه حرمه? يعني بوتن شايف ان الغرب يهدده. قالوا لو هتستخدم النووي في اوكرانيا النيتو كله هيخش. نص? فبوتن كل ده بيلعب في اوكرانيا وهو فاقد اهم اسلحته اللي هو السلاح النووي. حتى النووي التكتيك. محروم منه. طيب. ايه السبب الاساسي ان بوتن مش عاوز ان هو يستخدم النووي? هل هو خايف من اا النيتو? لأ. بوتن شايف ان هو ليه يوسع الحرب? هو ان هو قادر ان هو يحسمها بدون تدخل النيتو. يعني انا قادر ان انا اغلب اوكرانيا برغم ان خمسين دولة بيدعموا اوكرانيا بس انا قادر ان انا اجسب الحرب دي. فما فيش حاجة ان انا استخدم سلاح نووي واضرب باوكرانيا. خبس? فدي الفكر بتاع اا بوتن. وفي نفس الوقت بوتن شايف ان غلطة الجيش الاوكراني ان هو يخش دي غلطة استراتيجية كبيرة جدا زي ما قال اا كاتب كبير كتب في جريد هيل الامريكية قالت غلطة اا قيام الجيش الاوكراني بدخول وعدم دفع بتاع الزات للدفاع عن شرق اوكرانيا دي غلطة ما يقومش بيها رئيس جمهورية دي غلطة يقوم بيها ممثل درجة تانية فاشل. هو قيل كده بزرق. فبوتن دلوقتي شايف ان هو والله هيجيب قوات من الشيشان يخوضوا حرب ضد القوات الاوكرانية في كورسك. وهيخلي اا القوات الروسية تتقدم من شرق اوكرانيا وبكده هيكون خلص الحرب بسرعة. فدي العقيدة بتاع بوتن. لقائد القوات الشيشانية قائد قوات احمد الخاصة الشيشانية ابتيال اودينف الجنرال ابتيال اودينف. وهو من كبار القادة العسكريين الروس. اصدره منذ قليل في تصريحات لوسائل اعلام صينية. ابتيال اودينف او الجنرال اودينف يقول ان اعمال القتال في كورسك وليس فقط في كورسك بل وفي كل الاراضي التي تقاتل فيها روسيا ضد اوكرانيا ستنتهي في غضون شهرين الى ثلاثة اشهر بانتصار روسيا واستسلام اوكرانيا. تصريح بالطبع ملفت في خضب ما نتابعه الان من اعمال قتال تجري سواء في مقاطعة كورسك او في داخل اوكرانيا. بس في حاجة مهمة جدا. الموضوع بتاع انتقام بوتن من الغرب مخلص. حتى لو بوتن اسقط اوكرانيا. بوتن شايف ان الغرب حرموا من استخدام سلاح ناوي هو استخدموا قبل كده خاصة امريكا. ليه? عفكرة امريكا في حربها ضد اليابان ايام الحرب العالمية التانية. الحرب دي استمرت اربع سنين. امريكا كانت خسائنها كبيرة جدا في حرب اليابان. لدرجة انها استعانت بضرب سلاح ناوي عشان تنهي الحرب. ما بالك ان حرب بوتن تجاه اوكرانيا سنتين ونص. وما تعرفش عشان بوتن يخلص الحرب دي ممكن ياخد وقتا دي ايه? فلا انا عاوز اقوله حضرتك ان بوتن شايف ان الغرب اطال مدى المعركة. وسلح اوكرانيا. ومعركة دي طالت جدا. واستنزفت اا روسيا بشكل كبير جدا. فدي حاجة بوتن لن يخفرها ابدا. ده بالنسبة لروسيا. وبوتن ممكن فعلا يستخدم سلاح ناوي عشان يضرب امريكا. الدور الرئيسي للجيش الروسي في هذه المرحلة الحساسة هو طرد القوات الاوكرانية من اراضينا. بالتعاون مع فرق الامن الموجودة على الحدود سوف نحن حدودنا وسيادتنا. ده حاجة وده مش تحليل. ده رئيس امريكا نفسه بيقول القوات بتاعته استعدوا لمواجهة ناوي مع روسيا. في نفس الوقت كوريا الشمالية. كوريا الشمالية? اه. بص بقى على كوريا الشمالية. الناس بتاعت نيويورك تايمس والكتاب بيقولك على فكرة دونالد ترامب اكتر رئيس كان جريء في التعامل مع كوريا الشمالية. ليه? دونالد ترامب حبي يأكل الوات كم. قال لك ده وات صغير اخش له بالحنية. هس. وقعد يقول لكم ده ده انت راجل برينس وانت راجل بتفهم بتاعه وكام ده كله. وترامب راح لكم لكوريا. يعني شوف ايه? ترامب كان اول رئيس امريكي يتخطى الحدود تاعت كوريا الشمالية ويقابل رئيس كوريا الشمالية وحط يده في ايده. ويسلم عليه ويتصور معاه. ناشي? ترامب كان عاوز ايه من الاجتماعات دي كلها? ترامب كان عاوز من الاجتماعات دي ان كيم يسلمه السلاح النووي بتاعه. وايه? من قبل ان امريكا ترفع كل عقوباتها عن كوريا الشمالية. شوفت ده ايه? الدين السلاح نوى? ويا بقى هتشوف العز كله. بس الديني السلاح نوى. وانا بقى ايه? انا دونالد ترامب. انا اكتر رئيس بخش. بواجه. انا جاي لك في الحناية. ولي انت عاوز. ايه اللي حصل? بيقولك ان كيم شاف الموضوع ده? نوع من انواع اللعبة. مبلعهاش. عمل ايه? زود الرؤوس النوية عنده. كان قاعد مع دونالد ترامب. وبيسلم عليه وبيتحك معاه وكلام ده كله. بس نفس الوقت عمال يزود الرؤوس النوية وما كانش عنده اي استعداد نوية يسلم الرؤوس النوية لامليكا. فخط الدونالد ترامب ما كانش مع كوريا الشاملية وواضح ان كوريا الشاملية عمدها خطط اخرى لاستخدام السلاح النوى. اما بقى بخصوص الصين فهو ده المشكلة الكبرى. ايه اللي بيحصل? بحية الصين شايفين ان هما لو غزوا تايوان اعطوها عندهم مجازر في الجيش بتاعها. هيشوفوا ان اه حرب تايوان دي مدمرة بالنسبة له. وما تنساش ان امريكا استفزت الصين قطع الممر. زيارة نانسي بولوسي تسليح اه تايوان اللي عمال اه يمشي بشكل كبير جدا. اه خلي بالك تايوان دي كل شوية يجيلها مساعدات عسكرية من اه امريكا. فالصين شايفة ان ده الوقت ان احنا ممكن نضرب به اه امريكا. نضرب به امريكا بالنوية. والصين شايفة انها عمالة تزود روس الحربية بتاعتها والنوية. الصين حاليا عندها خمسمائة راس نوية. طيب امريكا بتطنع ان الصين لحد عشرين تلاتين حيبقى عندها الف راس نوية. والحد عشرين خمسة وتلاتين حيبقى عندها الف وخمسمائة راس نوية. ماشي? بس الوافيقة دي اللي اطلع عليها صحفي نيويورك تايمز اتضح ان التقديرات الامريكية كانت في الاول خاطئة. هما شايفين كده. كانت في الاول خاطئة. وشايفين ان الصين عمالة تصرع من اقتناء السواريخ النووية وعمالة تصرع من وضع اه سواريخ نووية في الصوامع الخاصة بيها. يعني بيعمل لها يعني نشر سواريخ نووية. فده معناه ان الصين تستعد لمواجهة نووية مع الامريكان. ومقالة نيويورك تايمز بتقولك خد بالك ان الامريكان لما حبوا يجروا محادثات حوالين السلامة النووية. الصين شافت ان زيارة نانسي بلوسي ومبيعات الاسلحة لتايوان هي امور تستدعي انهاء كل محادثات حوالين السلامة النووية. الامريكان شافوا ان ممكن تكون اه الصين بتعمل كده عشان الاستساسات الامريكية. لا. الصين ظاهر عندها خطة للعمل مع روسيا وكوريا الشمالية عشان هما التلاتة يشنوا ضربة نووية كبيرة جدا على امريكا في نفس الوقت. ده امر خطير جدا. يا جماعة احنا بنتكلم ان امريكا هتطلقى ضربة نووية بعدد ضخم جدا بالسواريخ. يعني الروس عندهم اكبر تلسانة نووية في العالم. بس مشكلة ايه? مشكلة التلسانة نووية الروسية انها مش محدثة. مش كل السواريخ اللي عند روسيا محدثة وجديدة. امريكا عندها احلى السواريخ نووية. الصين اصبحت تلسانتها ممكن تكافئ التلسانة الامريكية من حيث التنوع ومن حيث التحديث ومن حيث القدرة. فالسواريخ اللي عند الصين اصبحت خطيرة جدا على امريكا. بس خطورة كلها في كوريا الشمالية. اللي كوريا الشمالية هي كمان عمالة تقتني وتحد استفساداتها النووية وعلى فكرة المقارة نفسها بتقول ان روسيا ممكن تكون بتساعد الصين على تطوير برنامجها الصاروخي وبتساعد ايران على تطوير برنامجها الصاروخي. دي امور في منطقة الخطورة. امريكا بتستعد لحرب عالمية نووية. وكل الكلام اللي طالع من زيلنسكي ان بوتين مش هيستخدم النووي. بوتين اجبن. اصل بوتين معندوش الجرأة. الكلام ده كل واضح ان امريكا عارفة ان الكلام ده هقص. واضح ان امريكا ماشي على خطة تانية. اما فيما يخص الصين الصمت الصين ده واضح انه وراه مصيبة. يعني ازا تكون ان الصين ورئيس الشي عمال يضحك قصاد كل رئيس امريكي وعمال ان هو يسلم عليه ويروح وييجي والكلام ده كله واضح ان الراجل بيعد لمصيبة. اما رئيس كوريا الشمالية فالرجل اصلا بقاله سنين بيعد لمصيبة بس ظاهر حرب كوريا وقدوم بوتين لزيارة كوريا الشمالية ده امر هيصرع المصيبة انها هتحصل فامريكا بتشتغل على هذا الاساس. انا اهمني جدا ان انت تطلع على الوثائق السرية دي لان يا جماعة احنا ده مش تهريك او انا مش مثلا جاي اقول لك ده تحليل وانا اصلا سمعت واحد بيتكلم انا بقول لك رئيس امريكا غير الارشادات النووية الخاصة بالقوات المسلحة الامريكية وده امر في منطقة خطورة وفقا لوثيقة سرية. العالم مقدم على حرب نووية وده امر مفهوش تهريك. بس خلي بالك احنا انا تكلم على امريكا. وهقول لك كلمة حنيبية الفيديو عجبتني جدا. طلع من مسؤول استضافته نيويورك تايمز ومراسل نيويورك تايمز المكتوبة في المقال. بيقول لك طموح امريكا حاليا انها تبقي العالم زي ما هو كده. مش كما تتمنى. يعني ايه مش كما تتمنى. يعني امريكا حاليا شايف ان الامور بتفنت منها. وشايف ان في طموح اه نووي لدول كتير. فامريكا حاليا كل طموحها. مش ان العالم كله يتطور او انها تزود الهيمنة بتاعتها. كل طموح امريكا ان العالم يبقى زي ما هو كده. لان الظاهر كده ان العالم بيتطور للاسوأ بالنسبة الامريكان وبيتطور تجاه حربة عالمية. يا رب اكون شرحت لفضلاتك الموضوع بشكل مبسط. ويا رب انسل مصر. رب انسل العرب. ويا رب انسل فلسطين يا رب. تحية مصر. سلام. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة